ورطة مالية ورطة فنية كذلك بصراحة يعني كان بريو فتش العام الماضي هو من أضاع الدوري دائما يتحدث أنه إذا كان فيه لاعب هو من يحمل الفريق على كتفه فربما يكون فيه لاعب هو من يهدم كل ما يبنيه الفريق بصراحة كانت صفقة جدا يعني محرجة للاتحادين في موسم الماضي وأعتقد لو كان فيه مهاجم ما كان بريو فتش يعني لكان الاتحاد ربما بطل الدوري الموسم الماضي أو على أقل لم يخسر أو يرفع المنديل الأبيض قبل نهاية الدوري بجولتين إدارات يعني إدارات الاتحاد بالذات يعني خلينا نقول أفارق هم وعانق هم إذا انتهى من قضية خشف قضية أخرى حتى لو أنهى قضية بيقوفيتش وحل المشكلة ستأتي قضية أخرى فأتعاطف جدا مع إدارة إنمار بصراحة وأتمنى البطول العربية من أجل إنمار ومن أجل كعكي روما لا يجمعني فيهم أي معرفة شخصية ولكن عملهم ومقدموا من أجل الاتحاد هذا هو الإخلاص الحقيقي اللي شفناه في الموسمة الماضية بصراحة رياضة الوطن الآن تحتاج بطولة خارجية لا يوجد أجمل من أنك تقدم للوطن بطولة خارجية والاتحاد كفء لحمل هذه الرعاية والاتحاد يعني من 16 عام لم يحقق أي بطولة خارجية بالتأكيد أتى الوقت الذي يحمل فيه الاتحاد بطولة بقيمة دورية أبطال العرب 16 عام أعتقد أنها كبيرة في حق الكرة السعودية كبطولة عربية كنا نتسجدها في يوم من الأيام أتمنى أن الاتحاد يعزل سجل الشرفي سجل الشرفي اللي تواجد فيه الاتحاد والهلال والأهلي والشباب والاتفاق هذه الخمسة الأندية فقط هي من حق البطولات العرب لذلك أتمنى على الاتحاد الحفاظ على هذا الإرث والاتحاد يعيد ويكرر هو كفء حمل الراية النقطة الأخيرة جيل مثل جيل فهد المولد أعتقد بأنه يستحق بطولة فهد المولد على وجه الخصوص على الرغم الظروف بطولة خارجية لها رونق آخر فهد المولد على وجه الخصوص حمل حتى اسم الاتحاد في الوقت الذي كان فيه الاتحاد يمر بمصاعب كثيرة كان فهد المولد هو من يذهب للمنتخب هو من يتواجد في أسماء لعبي المنتخب وهذه نقطة مهمة أن أسماء لعبيك لا تبتعد عن تشكية المنتخب لذلك أعتقد فهد المولد كاعكي انمار حامد البلوي العديل جمهور الاتحاد قبل كل شيء يستحق مثل هذه البطولة وأعتقد وإن شاء الله والأجزم بأن الاتحاد هو الأقرب بتحقيق هذه البطولة